لما يطلع بعض الناس غير الاهلوية يحاولوا يستغلوا موقف لجنة التخطيط وتقديرها لكابتن حسام عشور في الطعن في قيمة الاهلي ووفاءه اللي لعبته ويت قال بصوا الاهلي بيعمل ايه بصوا شوفوا الاهلي بيأكل ولاده واحد يكتب الاهلي بيأخذ ولاده لحم ويرميه مع عب يعنيه وبعد كده يتم القياس والمقارنات بين الاهلي وأنديه أخرى الوفاء ان الاهلي عمره ما أخس ولا بخس حق واحد من ولاده الوفاء ان النادي الاهلي دايماً وأبداً بيلبي طلبات واحتياجات كل ولاده وحقوقهم الاهلي ما فيش لاعب اشتكاه وراح به للمحكمة وراح به للفيفا وراح به لاتحاد الكورة وراح للجنة التظلمات ولف به المحاكم ده ما حصلش مع النادي الاهلي أبداً ما حصلش من النادي الاهلي أبداً انه رئيسه أو أي مسؤول فيه طلع جرح في لاعب فيه أو أسأله أو أقلل من قيمته أو تعرض له بأي كلمة موسيئة ما حصلش ده في النادي الاهلي خالص ما حصلش أبداً ان النادي الاهلي عنده لعب مصاب أهمل علاجه أو سابه حتى وهو خارج القايمة وافتكره إسحاق أول وافتكره كتير جداً من النجوم اللي بعد ما مشوا شوفوهم بيتكلموا على الاهلي إزاي ده الوفاء وده الاحترام بين الاهلي اللعبته لكن لو عايزين الاهلي يملى القايمة عناصر المدرب مش عايزها ده ما يبقاش النادي الاهلي مش الاهلي أبداً اللي هيكبر مدرب ويتدخل في شغله ويتصل رئيس النادي الاهلي بالمدرب ويقوله لعب فلان وأعد فلان شفت رئيس النادي الاهلي وهو نأب رئيس النادي بيمضي قرار الاستغناء عن زوج بنته وده الامان وده النادي الاهلي ويقولهم الاهلي هنا وأسامة هنا اللي غضبان خلاص ده الأهلي فأرجو المزايدات مع الجمهور الصغير لازم أن الناس تبقى وعيا للجزئية دي كويس فيه متربصين كتير فيه استغلال فيه ضحك على الدؤون فيه تصدير لكلمات خايبة جدا ومقارنات مش موجودة لأنه لو كان الوقت يسمح ولو كان المجال يتيح لا المقارنات مش في صالح حد خالص مش في صالح حد خالص اللي اتخذت حقوقها والأسماء اللي تم الصناع عنها بمتال بساطة كتير وبعدين على فكرة بالمناسبة إلى من يهمه الأمر بقى بقت منتشرة جدا الصفحات المضروبة والحسابات المضروبة على الفيسبوك وتحمل أسماء كيانات مهمة ألاقي لا ألاقي فيه كيان حساب معمول للاتحاد الأفريقي وكله هجوم على النادي الأهلي وكله معلومات خاطئة جدا لصالح منافسين وكله إساءة لقيمة النادي الأهلي وكلام لا يصدر أبدا مش عن الاتحاد الأفريقي عن اتحاد الواق واق واليوزر نيم واللوجو الاتحاد الأفريقي السادة المسؤولين في الاتحاد الأفريقي لماذا السكوت على ده لا والغريبة برضو صاحبنا إياه المثقف وخدها وقال مفرحان بيها وكتبها على ده شغل ناس أه شغل عبط فألاقي مش بس الاتحاد الأفريقي طيب الاتحاد الأفريقي أجنابه ما بيتابعش قناة النيل للرياضة قناة النيل للرياضة لأمتى حتفضل سكت على حساب زي ده منصوب إليها بإسمها ولا عجبهم الكلام اللي بيتقال تحت هذا الحساب دي قناة ملك الدولة احنا متأكدين أنه ده حساب مضروب بس بقالكوا فترة طويلة جدا سكتين عليه سكتين ليه هل عجبكم اللي بيتقال تحت راية هذا الحساب منصوبا لقناة النيل للرياضة واشعارها كلام يدحك كله كدب كلام أولا كدب ويدحك وإساءات وجرائم يعني هل هيفضلوا مستنيين لغاية لما تترفع قضايا وتتقدم بلغات بدهم هو هيفضلوا يقدموا وبيصدقوا نفسهم احنا حلوين كده وإحنا الأساس طب لو لغينا الأهل مين اللي حيبقى مين اللي حيبقى لقاءه والآن هو دي نوعات عملية لإغاء الله هل حيقدروا لغاية ده أحلام شغل كل سنة منتطايا